لم تكن السلطات بمحافظة حضرموت قد بدأت في معالجة الأضرار التي تسبب بها لعصار ساجار في مايو المنصر حتى جاءت العاصفة المدارية لبان بأضرار جديدة فهذا الطريق الرئيسي الرابط بين المكلة وضواحيها الغربية بات خارجا عن الجاهزية بصورة كاملة بعد أن تسببت مياه السيول في تدمير وجرث ما تبقى من أجزائه التي كانت قد نجت سابقا من تأثيرات إعصار ساجار نحن نتفاجئ أنه كل مرة يحصل معنا فيضانات كل مرة تحصل معنا أنطار تتهدم البنية التحتية كجسور كشوارع وللأسف الحلول كلها التي تقدمها السلطة المحلية والحكومة عبارة عن حلول ترقيعية طريق بويش الذي يصل بين عاصمة المحافظة ومديرياتها الشرقية ما له أيضا نصيبه من الجرف والتدمير بفعل العاصفة لبان هذا جسر مدينة بويش يعتبر مدخل أساسي شرقي لمدينة المكلة ويعتبر مجمع ملتقة لكثير من السيول من الأودية تمر في هذه المنطقة وما يسمى بالعيص معروف أن الجسر جسر أرضي معرض يعني عرضة أساسية للسيول وقد تهدم أكثر من مرة من 2008 ومن بعدها تشابالة ولمرة هذا في عاصفة لبان تأثر الجسر ومرت أيام والخط مقطوع والآن كما ترون فيه خط موقعت فقط لغير والحال ذاته بالنسبة للخطوط البرية بين مديريات الساحل الشرقي نحيك عن الشوارع الداخلية للمدينة نحن نعاني في مدينة المكلة من 2008 شابالة ومن خفض الجوي 2008 الطرق والجسور كسرة والشوارع محفرة يعني ماشي حلول جذرية حلول ماشي وعلى الرغم من أن لجنة حكومية قد أعلنت في مايو الماضي مناطق بالمكلة منكوبة بفعل أضرار الأمطار ومياه السيول إلا أن ذلك لم يسهم في إحداث أي معالجات لتلك الأضرار والتي كان جلها في شبكات الطرق والبنية التحتية لتسهم أضرار لوبان اليوم في زيادة الطين بلة وجعل المكلة بأكملها مدينة ذات طرقات منقوبة كثيرة هي التصريحات لمسؤولي الحكومة حول يعادة ترميم وإصلاح الأضرار التي لحقت بشبكات الطرق بالمحافظة بفعل الكوارث الطبيعية لكن هذه التصريحات بدأت تفقد بريقها لدى المواطنين وكيف لا يفعلون وآثار الدمار الذي تسببت به فيضانات عام 2008 لا زالت عيانا أمامهم حتى اليوم محمد اليزدي لقناة بلقيس المكلة